اللي بيشغلكم كلكم ايوة هو انضمام محمود عبد المنعم كهرباء للنادي الاهلي بلسان كهرباء خدني الحنين بعد السنين جابني هنا هنا للمكان اللي تولد فيه حلمنا ايوة الحلم تولد في النادي الاهلي عودة النصر المهاجر ممكن يكون عندك حلم بدأته في الطريق رحت مكان تاني قد يكون لك بعض الزكريات في بعض المحطات ولكن بتفضل عايش على امل اللحظة اللي بترجع فيها لبيتك تاني اللحظة اللي بترجع فيها لحلمك تاني ما عندناش حاجة اسمها صفقة القرن في النادي الاهلي كل لاعب هو لاعب داخل منظومة النادي الاهلي بأهداف النادي الاهلي ما عندناش حاجة في النادي الاهلي اسمها صفقة عشان نكيد او نغيز المنافسين انما صفقة عشان احتياج النادي الاهلي فنيا وهي دي مدرسة النادي الأهلي وهي دي الحاجة اللي هيكون كهرباء وسطها عشان يقدم شكل تاني خالص مختلف عن أي شكل شفتوه للنصر المهاجر قبل كده اللي رجع بيته أكيد فارس حمد الله على سلامة كهرباء طبعا استعرضنا صور وهو في قطاع الناشئين أكيد عودة حميدة لكهرباء ربما يكون ما كانش له زن بفكرة الخروج من النادي ولكن هو دلوقتي مسؤول مسؤولية تامة أمام جماهير النادي الأهلي أمام أجل الجائزة الفنية اللي هيتعامل معها خلال فترة تواجده في النادي الأهلي وطبعا وقع أربع مواسم منصف إن شاء الله يكون جدير كمان بحب جماهير النادي الأهلي اللي بترحب بكهرباء وتقريبا هو مطلب لكل جماهير النادي الأهلي أتمنى يحافظ على النعمة دي أتمنى يبص على النماذج اللي كانت نجحة داخل النادي الأهلي إزاي تابوا إزاي أخلصوا للنادي الأهلي أكيد كهرباء كان حابب جدا إن هو يرجع النادي الأهلي لكن عليه دلوقتي مسؤولية كبيرة جدا 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 وعليه اختيار الطريق اللي يقدر يوصل منه إنه يكون على قدر حب جماهير النادي الأهلي وكمان نجم كبير زي النجوم زي أبو تريكا زي وليد سليمان زي الرموز تانية كتير أحمد بلال عماد متعب محمد بركات واقل جمع ناس كتير تعبت واكتهدت ودي طبعا لقطات حصرية لبرنامج الأهلي خط أحمر كواليس توقيع كهرباء داخل النادي الأهلي مع كابتن سادة بحفيز والكابتن طبعا أمير توفي لقطات النهاردة يا أحمد التقطت لكهرباء اللي وسط بيته وسط جمهوره اللي بيحبهم واللي منتظرين منه كتير وبتجلنا أسئلة بتكلمنا عن كمية كهرباء مع النادي الأهلي هل كهرباء هيظهر بشكل النادي الأهلي ولا كهرباء فولتو العالي مش هنسيطر عليه إحنا حابين نقول إن النادي الأهلي منظومة أي حد بيتكلم في أي مخاوف النادي الأهلي منظومة اللي بيمشي جوه المنظومة وبأدبيات المنظومة بيكون مستمر ونحسب كهرباء كذلك أي حد بيخالف المنظومة دي تلقائيا ما بيلاقيش نفسه موجود فيها وواضح السعادة على كهرباء وهو موجود وسط البيت اللي خرج منه وارجع عشان يكون موجود وسط جمهوره أنا نتمنى طبعا تقلق لقارباء قارباء لعيب فنيا عالي جدا جدا لا جدال زي ما قال فارس منظومة النادي الأهلي هي اللي بتخلي اللعب يكمل أو يلفز المنظومة تلفز اللعب أو ما يكونش موجود مكان كذلك جمهوري نادي الأهلي دايما بيكون عنيها على اللعب المخلص للتشارت مهراتك عالية كتير جدا لكن لو بصينا كمان في تاريخ النادي الأهلي عن لعيبها كانت هدفها أو مبدأها يا فكرة القلب اللعب برجولة اللعب بقلب اللعب بإخلاص شوفنا ناس كتير جدا كابتن شاري محمد شال بطولات كتير جدا وهو سير الدباك ومهاراته ما كانش المهارات العالية لكن كابتن شاري محمد مخلص للتشارت وكان بيقدي برجولة الحقيقة فرس نحن موضوع قلب النادي الأهلي أنا أنا شايف ترجمة نانسي قنقر